ولمزيد من المتابعين نضم إلينا هاتفيا الكاتب والباحث السياسي جمال رائف سيد جمال أهلا بك إذن يعني مسيرة الإنجازات تتوصل بافتتاح مزيد من المشروعات والسروح الطبية كيف ترى أهمية ذلك في إطار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين تحية لحضراتك وتحية لكل أستاذ المشاهدين هذا هو الحلم المصري الذي قم تزوره ويتحقق الآن بخطوات جدية وبإرادة سياسية وإنجازات على أرض الواقع منظومة تأمين الصحي الشامل والتي هي الحقيقة يعني تعد من أحد أهم أركان بناء الإنسان المصري الآن هي في طريقها لزهور إلى النور ويتحققها الكامل إن شاء الله بعد أن يعني ودها الرئيس أيضا بقض معدلات التنفيذ بعشر سنوات فقط أعتقد أن نحن بسبب مشروع قومي لبناء الإنسان تنظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم أركانه نتحدث اليوم نحن نرى صرحا طبيا عملاقا كبير جدا يليق بتحديات الدولة المصرية في هذا المجال وأيضا يليق بكرامة وصون كرامة المواطن المصري هنا نتحدث عن حقوق الإنسان الحقيقي حقوق الإنسان التي تحقق رغبة المواطن المصري حقوق متطلباته في رعاية صحية وكرامة إنسانية وبالتالي هنا أيضا نرهين الحقوق الإنسان بين المفهوم المصري ومن ثم نتحدث عن مشهد في الحقيقة يعني هو طبع الفخر بكل مواطن مصري اليوم وهو يشاهد هذه الفتحات هذه الإنجازات في مجال الصحي خاصة أن نحن نتحدث عن ظرف استثنائي يعني في ظل كريحة في ظل أن كبرى منظومات الرعاية الصحية في العالم تعرض لي يعني اضطرابات وفي بعض الأوقات كانت تنهار بل مصر في هذا الوقت الصعب بتنشئ منظوماتها الصحية وبتشيد منظومة صحية على أعلى مستوى نعم أستاذ جمال يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلاته تناول قضية في منتهى الخطورة وهي الزيادة السكانية وقد حذر سيادته وشدد على ضرورة ضبط الزيادة السكانية لتحسين الأحوال المعاشية بشكل عام برأيك يعني على من تقع المسئولية في هذه القضية مسئولية مشتركة ما بين المواطن وما بين الدولة يجب أن يتحمل المواطن فيها مسئولياته بشكل كامل لأن الجدد السكانية هي يعني شبه هي لتهم تمار السنية نتحدث أن الدولة الأهم تعمل بجهد كبير جدا لتوفير كافة مصنوبات الحياة وأيضا توفير بنية تحتية يعني غير مسبوقة ومشروعات وأيضا بنتحدث عن انخفاص معادلات البطالة ومتحدث عن نمو اقتصادي مرفوض وغير مصدوك كل هذا أمر جيد جدا ولكن المواطن هنا يجب أن يصون هذه المكتسبات من خلال الحفاظ على معادلات ديادة السكانية مقبولة وتساعد الدولة على المزيد من العطاء والمزيد من الإنجاز ولكن إذا استمتر المواطن وقام بمعدلات بيادة سكانية كبيرة هذا سوف يلتهم تمار السنية وسوف يجعل الحمل مضعف على الدولة وبالتالي سوف تكون معادلات النمو والتنمية يعني ضعيفة وبالتالي هنا بنجد أن هناك مجهود كبير جدا من كافة أركان ومؤسطات الدولة يجب أن تقابل بأيضا مجهود وعمل دقوب من المواطن بتونه يكون حريصا على عدم المتاركة في أجيادة السكانية عليه أن يحافظ على معادلات المو السكانية وبالتالي المعطيات المنطقية وحتى على مستوى الأسرة يجب أن يكون هذا الأمر موائم لدخل الأسرة وكي تسكي الطاقة على أسراد الأسرة وإتيحة التعليم ومطلبات الحياة اليومية وبالتالي هنا يعني معادلة مشتركة الدولة تكون حتى الآن بدورها على أكمل وجه يتبقى دور المواطن في أن يحافظ على ثمار سنمية من خلال يعني الحفاظ على معادلات منطقية للجدد السكانية نعم الكتب والباحث السياسي أستاذ جمال رائف كنت معنا هاتفيا شكرا لك على هذه المشاركة